انا ليه بقول كده انا ليه بقول كده لان هم مثلا اتفاجئت النهاردة بخبر بيقولك مصر توقف طواحين الرياح لحماية اصراب الطيور المهاجرة عارف قمة الانسانية خايفين على اصراب الطيور المهاجرة اللي رايحة بقى جاي من افريقيا رايحة اوروبا اللي رايحة من اوروبا على افريقيا تعارف دلوقتي بيبدأوا يروحوا افريقيا عشان الشتاء والبرد اللي حيكون في اوروبا بص مصر توقف طواحين الرياح لحماية اصراب الطيور المهاجرة فانا اول ما قرد كده قلت لا اكيد بقى في حنية وفي انسانية في كل المجالات بقى معقول الدولة او النظام اللي خايف على اصراب الطيور المهاجرة من طواحين الهوى فقف شغلها حيكون بيتعامل مع شعبه وناسه بشكل اقل من كده ده كنت فاتح الفيسبوك بدور يعني فاول ما شفت ده بانزل لتحت لقيت ناس شايلين واحد بيرمو مريض مطلعين من المستشفى بيرمو جنب الزبالة واللهي مريض شلوه ورميينه جنب الزبالة ايه انا بقولها بلفظها كده عشان ايه احنا مش هنزوقها فاستغربت جدا ان الدولة اللي بتوقف طواحين الهوى عشان تحمي اصراب الطيور المهاجرة هي نفسها الدولة اللي بتخلي ولادها مش ولادها العاديين كمان ولادها المرضى بيشلوهم يرموهم في الزبالة دعونا نشوف الفيديو وانا هعمل يعني انت دولاتي هتعمل التجربة زي انا بالضبط انا شفت الخبر بتاع الطيور المهاجرة ده وبعدين نزلت تحت كده وانا بتصفح الفيسبوك لقيت مستشفى طنطة الجميعي الموظفين اللي هناك شالوا مريض وهو في حالة مرضية وحالة صحية غير جيدة شالوه هلا بيلا ورموه جنب الزبالة فهي صدمة لان انت عارف اللقطة مش دايما بتتاخد صح هنوقف توحين الهوى علشان ما تأثرش على طيور المهاجرة طب الكلام ده بيحصل مع ولاد البلد تعال نشوف ولاد البلد بيحصل معهم ايه طحية يعني اكيد هيبوا هلا العناية فاتح العناية فاتح مش فاتين يدخلوا للحال لما يبقى فيه رئيسهم هريم وفيه مستشفى اسمها مستشفى جمع في طنطة تبقى حالة مرمية في العناية في الشارع برا على الترولي وما اناش عارف ادخلها وقفلين الببان قفلين الببان ويقولوا المستشفى ما فيهاش مكان معاي حالة بتموت عايزة تتحطى على الاكسجين دكتورة ما عندهاش رحمة شفوا يا جماعة تفرين بتقولي لو جبتلي رئيس الجمهورية نفس لو جبتلي رئيس الجمهورية نفس مش حالتل وحدها يا جماعة الحالات كلها يا جماعة الحالات كلها اعتروني في المستشفى الحالات نايمة في الشارع على الارض حالة بقى لها عشرة ايام مرمية على الارض هنقدونا! بتقولي لو قدي بل رئيس الجمهورية بردو مش هدخالها زي ما هيدح عندها رئيس جمهورية لابتنا ما عنديش حالة بطنة', أنا عندي حالة مخواصة و ciel marbleعاطيها على نس المخ هيدحوني! هيدحوني في الرئيس الجمهورية اللي هيدحوني بل يتقولي لو قدي بل يا ما مش هدخالها هو رئيس الجمهورية لما رجعوا من وجهة نظرهم يعني لما رجعوا الشاب او الطفل بتاع المحلة بعت له عجلين ولاب توب عشان ناخد اللقطة طب فيه ناس بتموت ايه ايه انا بعت لهم حاجة ولا مش داخلين في اللقطة ولا مش مهمين ولا الاهتمام الاعلامي عليهم ما كانش كتير اصلا موضوع المحلة ده كان فيه اهتمام اعلامي كبير جدا علشان شوفنا الفيديو ازاي دخلوا خدوا الولد وملسامين وضربوا امه امه جرت والعربية تفعلنا كشعب فلما رجع ورجعت القوات الامن برافو عليهم بعتنا بقى عجلين عشان نتباحهم ونقول مبروك حلوة الرجوع واخد يا ابني لاب توب علشان ايه تروع على نفسك ماشي بس فيه ناس هاي بتموت برضو في المستشفات يا طرح هنلاقي حد يبصلهم ويشوفهم ويبعت لهم دكتور يشوف شغله انا مش عايزين العجل ولا عجل كفاية وجود بعض الناس ولكن هيكون فيه رعاية انا برضو لسه عندي الفيديو مش عارف جبت فيديو الراجل بقى شفت دي مش لاقي حد قول ممرضة بتقول لها ايه لو جبت لي رئيس الجمهورية وكما لها من اللطيف اللي احنا عارفين واخدين عليه وبيتقال كتير في بلدنا وعارفين ده ولكن في فيديو تاني برضو المواطن تعال شوف المنظر واسمع من اهله واشوف الحالة ما تسمعش مني انا شوف المواطن اهو شايلين الموظفين رمو اهو رمو بيموت قدام مستشفى لعا بيموت بغيبه علىكم السبال انا بستغزب المحافز يجيشوا مع الكني انا علىكم السبال علىكم السبال علىكم السبال والله والدبال بقى مبعدلينو مبعدلينو طب فيين ده يا جماعة المستشفى المنصورة العام ها دي الموصفين دولة بياخدوا مرتباتهم من الدولة شايرين مواطن في الدولة دي عشان يرموه برا المستشفى جنب قوم الزبالة زي الست اللي معاما بتقول ايه رأيك ايه رأيك يا حنين ياللي هتوقف طواحين الهوى علشان موسم هجرة الطيور ايه رأيك في الشعب واللي بيحصل ايه رأيك في ولاد البلد اللي بترموه جنب الزبالة من المستشفى انا عايز اصدقك بالمناثل انا عايزك تبقى بتعمل كده فعلا بس مش قادر والله طب ايه رأيك في دلوقتي بتعتقل عندك واحد معتقل بقاله كم سنة جاله كورونا فتعمل فيه ايه الدولة او يعمل فيه ايه النظام او الناس اللي قلبها حنين تاخد الراجل تعمله عزل في المشرحة او الله في المشرحة بين الجسس والله زي ما بقول لحضرتك كده يا فان راجل معتقل كبير في السن جاله كورونا بدل ما يوديه المستشفى يعمله حجر ولا يديه جرعة ولا يعمله بايه هيساعده كده عمله حجر صحي في المشرحة بين الجسس ده مين ده نفس النظام اللي بيوقف طواحين الهوى علشان ما تضرش الطيور المهاجرة يعني هي وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية الدولية تطور خطير سابقة هي الاولى من نوعها للمعتقل مدين حسنين فقد نقل بعد اصابته بفيروس كورونا الجديد من سجن تورا الى مستشفى الصدر بالعباسية الا ان ادارة المستشفى احتجزته داخل مشرحة الموتة كيف هي كده كيف هي عشان التفاصيل مغزية التفاصيل كلها بتحمل عار انك تاخد يعني ايوم احتجز ايوم مسجون بس بني ادم بس ليه حقوق على فكرة حتى وفقه للدستور والله ليه حقوق انا بقى عايز افهمكم عايز اعرف هو انتم النظام الحنين اللي خايف على الطيور من طواحين الهوى فبتوقف عشان الطيور المهاجرة تعدي ولا انت النظام اللي بترمي عيالك جنب الزبالة بعد ما تطلعهم من المستشفى ولا انت اللي بتاخد سجين عنده كورونا فوالدين المستشفى العباسية فيعملوله حجر في المشرحة اصله عادي سنين كأنه مش بني ادم احنا عايزين بس نعرف انتم مين فيه ابو احمد